ونعود إلى تداعيات مجزرة خان شيخون وينضم لنا عبر أقمص صناعية من إسطنبول يحيى مكتب يعضو الاتلاف الوطني السوري والأمن العام السابق للاتلاف أستاذ يحيى مساء الخير أهلا بك معنا مجلس الأمن إذن يعقد جلسته الطارئة بشأن مجزرة خان شيخون يعني سبق وأن عقدت مثل هذه الجلسات وطبعا الفيتو الروسي والصيني كان يقفان بوجه أي قرارات يمكن أن تخرج بها مثل هذه الجلسة يعني هل يمكن أن يتغير شيء في جلسة الليلة؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الأعزاء من الواضح تماما أن مجلس الأمن والأمم المتحدة عموما أصبحت في عطالة نتيجة هذه الاستخدامات الظالمة والجائرة لحق النقد الفيتو من قبل روسيا والصين نحن نتحدث عن المرة الثامنة التي تستخدم فيها روسيا حق النقد الفيتو ضد مسودات قرار تهدف إلى إيقاف شلال الدم في سوريا أو إلى فرض عقوبات على مجرمي الحرب وعلى رأسهم بشار الأسد الذين استخدموا الأسلحة الكيموية ضد شعب السوري لا يمكن أن نعول على أي جلسات قادمة إذا كنا سنستخدم نفس الأساليب ونفس الإجراءات المطلوب حقيقة أن يكون هناك تفعيل للمادة 21 من القرار 2118 والتي نصت أنه في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيموية من أي طرف فهذا الأمر يجب أن يخضع تحت البند السابع وهذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها نظام بشار الكيموي الإرهابي لغة القوة ولغة الضغط من أجل إيقافه عن الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر طيب أستاذ يحيى يعني مجزرة جديدة المئات سقطوا أيضا ضحايا مئات قتيل وأيضا المئات مصابين بمشاكل في التنفس يعني المئات نتحدث عنهم بشكل متكرر بتكرار المجازر منذ بداية الثورة السورية أين هو حق كل هؤلاء المدنيون الأطفال الذين فقدوا حياتهم في بداية أعمارهم كيف يمكن أخذ حق كل هؤلاء الضحايا والله في سؤال كبير جدا هو برسم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وهو ما تعريف الإنسان لربما كان لو بعض هؤلاء الأطفال الذين استشهدوا في مجزرة الأمس يحملون غير الجنسية السورية ربما لتحرك الضمير العالمي أفضل مما نراه اليوم حق هؤلاء مع الأسف هضم من قبل التصرفات الوقحة التي تمارس من قبل روسيا وفي بعض الأحيان تشاركها الصين لكن بطبيعة الحال نحن دائما نكرر مطالبنا في تحويل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية فهذا هو التصرف الطبيعي والقانوني الذي يجب أن يدفع الجميع باتجاهه من أجل أن لا نذهب إلى تعزيز منطق شريعة الغاب والفوضى التي يريدها بعض الأطراف طيب على مدار كل هذه السنوات نحن نتابع ونشاهد تكرار المجازر باختلاف الوسائل طبعا والضحايا في ازدياد لكن مع كل هذا هناك حرك سياسي نتابع مؤتمرات مفاوضات جنيف أول ثاني ثالث إلى ما بعد ذلك ولكن مسؤولية كبيرة ملقت عليكم أيضا كمعارضة سياسية من قبل الشعب السوري الذي ربما يتأمل كثير لأنكم تمثلونه في المحافل الدولية ماذا تقولون للشعب السوري كمعارضة سياسية كممثل لهؤلاء الناس ربما الأمل الوحيد لهم لكي تمثلونهم بالشكل الصحيح وتأخذون حقهم في المحافل الدولية يعني نحن نقول إلى شعبنا وأهلنا نحن بزلنا كل ما في وسعنا للدفاع عن قضيتكم المحقة في كل المحافل الدولية التي دعينا إليها ونحن اليوم حقيقة نقضى إلى ضغوط كبيرة جدا من أهلنا وشعبنا لأنهم أصبحوا يرون أن المفاوضات والمباحثات أصبحت عبثية لا طائلة منها نذهب إلى اللقاءات تلتقط الصور يكون هناك اجتماع ثم المؤدة لا شيء على المستوى السياسي بل على العكس تماما يستمر نظام الأسد في ارتكاب كل أنواع الجرائم من حصار إلى التجويع إلى استخدام البراميل المتفجرة إلى التهجير القصري والتغيير الديمغرافي برعاية الإيراني والميليشيات الطائفية الحاقدة بالتأكيد هذه المطالب من قبل شعبنا ستكون لديها آزان صاغية عندنا وسنتجاوب ونحن في الأصل ما وجدنا إلا للدفاع عن قضية شعبنا وأهلنا الذين ظلموا كثيرا والذين أصم المجتمع الدولي آزانه تجاه كل المطالبات في الحرية والكرامة والمساواة شكرا لك سيد يحيى مكتب عدو الاتلاف الوطني السوري والأمين عام السابق للااتلاف كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من إسطنبول ترجمة نانسي قنقر